في قول ربي سبحانه وتعالى وفي نداء عظيم لأهل الإيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الحد هنا الآيات دي بتكلم عن المحرمات التي يجب أن يشتنبها المسلم لكي يكون ملتزما بأمر الله كله من طيبات ما رزقناكم طيب تيجي الآية اللي بعدها وده موضوع حديثنا النهاردة بالتفصيل تتكلم عن نوع آخر من المحرمات ما بتكلمش هنا الوقت عن لحم الخنزير ولا عن الميتة ولا عن ما دبح لغير الله ولا عن الدم كلم عن نوع تاني خالص من أكل حرام ما لهوش علاقة باللحمة ما لهوش علاقة بالدبح ما لهوش علاقة بكونه خنزير ولا بكر ولا جموسة إيه الموضوع ده شوف الآيب تقول المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد سرق الله العظيم بس قبل ما نتكلم عن هذا النوع من الأكلب الباطل شوف حتى في تعبير الكرآن لما يقول ما يأكلنا في بطونهم إلا النار والعياذ بالله قبل ما نتكلم في ده بالتفصيل خلينا أقول لكم إن رحمة ربي سبحانه جل في علاه بادية ظاهرة فيما فرض علينا وأمر وفيما نهى وحرم ما فرض علينا وأمر به رحمته فيه بادية فالحج قد فرضه الله لكن قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله الصيام فرضه الله لكن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيكونه طعام فدية طعام مساكين إلى أخر فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله